اما نيجي نتكلم عن نوع من العلاجات الجديدة طب ليه انا جاب الموضوع ده الاولى الاخيرة كتر العلاج بالحجامة كتير من ناس يعني بفضل ربنا وكرمه انتشرت سنة العلاج بالحجامة واصبح ناس كتير بيداووا بيها وبيتعالجوا بيها لكن بعض الناس يقولك انا منفعش اعمل حجامة نتيجة اسباب مرضي او انا بخاف من الدم او انا لسه عامل الحجامة وعندي الام في ظاهري عامل الحجامة من اسبوع وعندي الام في رقابتي عضلاتي شدة عندي صباح عقلة الزناد اللي هو الصباح اللي يقفل كده وما جا فرده لازم افرده باديه الحالات دي بندور له على وسيلة سهلة تانية او الحجامة من الوسائل القوية اللي بتجيب نتائج ولكن ربنا بما شئته ممكن بعض الحالات ما تجيبش نتيجة سريعة يعني محتاج مرة واثنين وثلاثة طب المسافة اللي بين الحجامتين يعني واحد عامل حجامة في اول الشهر منتظر يعملها بعد مرور شهر فخلال الفترة دي ممكن نعالج بالوغز بالابر الوغز بالابر مش بجيب اي ابرة يعني اقوعه بس انا بكلم ليه انا بكلم اخواني اللي فاهمين الاخوات اللي قاعدة في بيوتها اوعي تجيبي ابرة خياطة وتقول انا هعالج بيها لا دي دي ابرة طبية معقمة مخصصة لكده الفكرة بدأت ازاي بدأت من دكاترة العظام كان ما بيحصل عند واحد مثلا مشكلة في عضلة شدة في الرقب فجيه الدكتور كان يجيب ايه بيحقن مادة المادة دي ممكن تكون مسكنة بسط عضلات كورتزون ويحقنها في المفصل او العضل فاما كانوا يجيبوا مجموعتين من المرضى مجموعة بتتحقن بالمادة ومجموعة تانية مما يحقنوا هاش يحط الابرة كده ويوهم المريض انه بيتحقن ده اللي بيسموه العلاج يعني البلاسيبو او العلاج اللي ايه الوهمي فتعجبوا الدكاترة حتى اللي بتتحطله الابرة من غير مادة بيتحس فقالوا بس هنا دي نقطة بحسية ايه اللي بيحصل هنا يعني ما كنا بنحقن مادة معينة المريض بيتحسن نتيجة المادة طب اللي حطنا له ابرة بس كده وهمناه ان احنا عاملين لك مادة الله لا الرقبة تحركت اللي كانت شدة العضلة المتقلصة فكت الدكاترة بدأوا يبحثوا العلماء بدأوا يدخلوا بالميكريسكوب ايه اللي بيحصل لما بنحط ابرة في مكان سواء عضلة او واطر وجدوا حاجة غريبة جدا بيحصل في حاجة اسمها اصابة ميكريسكوبية في المكان ده طيب حصلت اصابة على قد الابرة الروفيعة دي وجدوا ايه اللي بيحصل بيحصل ان الجسم ربنا عامل فيه جهاز اسمه جهاز الشفاء الزاتي يبدأ تندفع كرة دم حمراء وكرة دم بيضاء وصفايح دموية ومواد بتعيد صياغة المنطقة دي من جديد تحصل فيها اعادة علاج للمنطقة كل حاجة المواد اللي موجودة هنا مخلفات تتشال مواد عاملة تهيك في الانسجة الجسم يتخلص منها وتطلع مع الدورة الدموية يجي دم نشط للمنطقة دي تيجي قالوا ايه ده بيحصل في حاجة اسمها اعادة شفاء للمكان مع الاصابة البسيطة دي مش كده وبس وجدوا ان بيحصل تنبيه للجهاز العصفي ما بنيجي نحط الابرة دي الموديت بيحس بشك خفيفة مش مؤلمة وانا بقولها هو عشان كتير من الناس بيبقى سؤالهم على الصفحة عندي هل العلاج بالابر التنبيه بالوغز بيعمل الم بقول لكم لا ما بيعملش ومجرد شكة بصير متحسش بحاجة بعدها بيطلع تنبيه للجهاز العصفي اشارة يمكن في حلقة كده انا وردتكم شكل المخ بيطلع الاشارة للمخ المخ يفرز مادة اسمها مادة مثبتات الالم يعني ايه مادة الجسم بيفرزها زي الموروفين بالزابط كانك خدت حقنة مسكن ايه الكلام ده مجرد ما نحط الابرة ونسيبها لمدة عشر دقائق في بعض الناس يقولوا خمسة احنا بنقول بنسيبها لعشر دقائق عشر دقائق يبدأ المريض يقولك والله انا كنتش قادر حرك رئابتي حركتاه ليه انا مجيب الكلام ده دلوقتي ان كتير مع دخول فصل الشتاء واحنا بدأنا البرد واحد ممكن وهو نايم او بيشتغل شغلة ما بينامشي بالليل يتعرم لطيار هوى او يبقى لبسه مش تقيل اوي ومسافر فيبدأ البرد تيجي لاسعة برد بالليل او بيخرج لشغله بدري بعض الناس اللي بيصحوا بدري اوي اللي بيروحوا يفتحوا المحلات ويفتحوا البنوك اللي هما مسؤولين عن تشغيل الاماكن في الصباح الباكر او اخوانا اللي بيبقاعدين طبيعة شغلهم ما بيناموش بالليل زي اللي بيشتغلوا في مستشفيات بيشتغلوا في الاسعاف في اقسام الشرطة في المطافي المربطين على الحدود الزباط والعساكر كل دول ممكن يجي بالليل وهو في النبطشية بتاعته او في وقت يجيلوا شوية برد في عضلة معينة تخلي الالم يصحى الصبح يقولك مش عارف احرك رئابتي انا بحرك نفسي اوه او يقولك ظهري في مشكلة مش عارف احرك ظهري او ماشي معوك يقولك عندي غضروف وكنت معايش معاه بس خدت شوية برد في ظهري عملولي المشكلة دي موسيقى